بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أبناء الطلاب في درس التربية الصحية والبدنية وقدمه لكم أنا الأستاذ فهد بن علي القرني نتعلم في درسنا لهذا اليوم عن خطة من خطة الدفاع في كرة السلة وهي خطة ثلاثة اثنان فأهلاً وسهلاً بكم نهدف عزيزي الطالب من دراستك لهذا الموضوع إلى أولاً أن تتعرف على طريقة دفاع المنطقة ثلاثة اثنان في كرة السلة ثانياً أن توضح المراحل الفنية لأداء دفاع المنطقة ثلاثة اثنان في كرة السلة ثالثاً أن تقدر روح العمل ضمن الفريق الواحد وكالعادة وقبل البدء في درسنا نقوم ببعض التمرينات الإحمائية لتهيئة الجسد ولتفعيل النشاط البدني بعض الإرشادات عزيزي الطالب قبل البدء في تمرينات الإحماء أولاً هيئ لنفسك مكاناً خالياً من المعوقات لسلامتك ثانياً ابدأ التمرين عند سماع إشارة البدء وتوقف عن التمرين عند سماع إشارة التوقف وأخيراً إذا شعرت بالتعب أثناء ممارسة التمارين توقف مباشرة عن الممارسة سيكون تمريننا الإحمائي الأول تمرين المشي في المكان لنستعد لنبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية مرة أخرى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف أحسنتم نقوم الآن كما تعلمنا بين كل تمرين وآخر بتهديات الجسد واستنشاق الأكسجين نقوم الآن بأخذ الأكسجين من الأنف وإخراج ثاني أكسيد الكربون من الفم ببطء نكرر عملية التنفس أحسنتم أحسنتم ننتقل الآن إلى التمرين الآخر وهو تمرين الجري في المكان لنستعد لنبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية مرة أخرى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية قف أحسنتم نقوم الآن بتهديات الجسد وإجراء عملية التنفس كما تعلمناها قبل إعادة هذا التمرين مرة أخرى أحسنتم نقوم الآن بإعادة التمرين الجري في المكان لنستعد لنبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية مرة أخرى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف أحسنتم نلاحظ الآن زيادة في عدد ضربات القلب ارتفاع في درجة حرارة الجسد نتيجة النشاط البدن نقوم الآن بتهديات الجسد وإجراء عملية التنفس قبل أن ننتقل إلى التمرين التالي نكرر عملية التنفس أحسنتم ننتقل الآن إلى التمرين الآخر وهو التمرين ثني الجذع جهة اليمين ومن ثم جهة اليسار مع رفع الذراع عاليا لنستعد لنبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف أحسنتم نهدئ الجسد نعاند الضربات القلب نستنشق الأكسوجين قبل أن ننتقل إلى التمرين التالي أحسنتم ننتقل الآن إلى التمرين الآخر وهو تمرين مد الذراعين أماما مع النزول إلى الأسفل ومن ثم معاودة الصعود إلى الأعلى لنستعد لنبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف أحسنتم نقوم الآن بالجري الخفيف في المكان مع إجراء عملية التنفس كما تعلمناها نكرر عملية التنفس قف أحسنتم ننتقل الآن إلى التمرين الإحمائي الأخير وهو تمرين ضم القدمين ومن ثم النزول إلى الأسفل والثبات في الأسفل لثماني عدات لنستعد لنبدأ لنبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف أحسنتم أحسنتم نقوم الآن بتهديئة الجسد معادلة ضربات القلب تهيئة الجسد قبل البدء في درسنا لهذا اليوم نجري الآن عملية التنفس تنفس نكرر عملية التنفس أحسنتم ننتقل الآن إلى مراجعة عامة للدرس السابق هنا تحدثنا في درسنا السابق عن المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية الإصابات الحرارية تحدثنا عن إصابة التشنج الحراري حروق الشمس وطرق الوقاية من الإصابات الحرارية ذكرنا من ضمن الإصابات الحرارية التي تصيب الفرد أثناء ممارسة النشاط البدني أو التعرض للحرارة العالية في درسنا السابق إصابة التشنج الحراري أو ما نطلق عليها التشنج العضلي وهي تحدث نتيجة زيادة التعرق في الجسم وفقد كثير من المعادن كالبوتاسيوم والسوديوم مما يسبب تقلص العضلة وتوقفها عن التمدد وذكرنا بأنه يجب عند حدوث هذه الإصابة تناول السوائل وتعويضها أيضا التغذية الجيدة التي تحتوي على المعادن وأيضا التوقف عن الممارسة حتى معاودة العضلة إلى عملها الطبيعي وأيضا التدليك في موضع الإصابة ثم تحدثنا عن إصابة حروق الشمس وقلنا أنها إصابات حرارية تحدث لسطح الجلد نتيجة التعرض لإصابة أو لأشعة الشمس لفترات طويلة وهي تختلف عن إصابة ضربة الشمس وقلنا أن من علاماتها ومن أعراضها إحمرار على مستوى الجلد كذلك تورم وظهور بثور حمراء نتيجة انسداد المسامات العرقية أيضا تحدثنا عن طرق الوقاية من الإصابات الحرارية بشكل عام وقلنا تناول السوائل بشكل مستمر وتعويضها الابتعاد عن المشروبات المحلاة والسكريات كذلك التقليل من شرب الكافين المدر للبول ولأنه يفقد الجسم الكثير من السوائل وأيضا ذكرنا من ضمن طرق الوقاية ممارسة النشاط البدني في أماكن ذات تهوئة جيدة ومهيئة لممارسة الرياضة الابتعاد عن أوقات اشتداد حرارة الشمس أو حرارة الجو في اليوم إجراء التمرين أو النشاط البدني في بداية اليوم أو في نهاية اليوم عند انحراف الشمس وانخفاض حرارتها كذلك نبهنا على عدم ترك الأطفال أو الرضع في داخل السيارة أو في الأماكن المغلقة الرطبة الحارة قليلة التهوئة لعدم تعرضهم إلى إصابات حرارية هذه كانت مراجعة سريعة لما تعلمناه في درسنا السابق نتعلم في درسنا لهذا اليوم وحدة جديدة عن كرة السلة البداية مع خطط الدفاع نتحدث عن خطة من خطط الدفاع وهي خطة ثلاثة اثنان في كرة السلة نتعرف في البداية على كرة السلة تعتبر كرة السلة نشاطاً رياضياً يعتمد على المهارات الأساسية المهمة مهارات التمركز، السرعة، التغطية، التوافق العضلي الحركي وغيرها من المهارات للتقدم في اللعبة وعاملاً جوهرياً لنجاح اللاعب والفريق كرة السلة تحتوي على كثير من المهارات التي تنجح اللعبة وهي عامل مهم من هذه المهارات مهارة التمركز الصحيح لأن رياضة أو لعبة كرة السلة تعتمد على ذلك السرعة، التحرك، التموضع، التوافق العضلي الحركي كل هذه المهارات تنجح لعبة كرة السلة وهي عنصر مهم في نجاح هذه اللعبة هذه المهارات التي ذكرناها قبل قليل نتحدث الآن عن طريقة دفاع المنطقة ثلاثة اثنان في كرة السلة يعتمد دفاع المنطقة على تغطية المساحة القريبة من السلة ضد هجمات الفريق المنافس ويعتمد تطبيق هذه الطريقة على مدى نجاح اللاعب أو اللاعبين في أداء المهارات الدفاعية طريقة دفاع المنطقة ثلاثة اثنان في كرة السلة تنجح هذه الطريقة وتعتمد على التموضع الجيد في منطقة الدفاع والوقوف بين الفريق أو اللاعب المنافس وبين الهدف كذلك تعتمد على تعاون اللاعبين في المجموعة أو في الفريق لتغطية منطقة الدفاع وسد الثغرات التي قد تكون متواجدة في منطقة الدفاع ومنع الفريق المنافس أو اللاعبين المنافسين من الوصول إلى الهدف توضيح طريقة دفاع المنطقة ثلاثة اثنان في كرة السلة تشاهدون في الشكل أمامكم عدد خمسة لاعبين وهم يشكلون الخطة ثلاثة اثنان تكون مهمة اللاعب رقم واحد في منع المهاجمين من التمرير والتصويب إلى السلة هنا نشاهد اللاعب رقم واحد يكمن دوره في منع المهاجمين من التمرير والتصويب إلى السلة أو التمرير في جانبي منطقة الدفاع أما اللاعبان اثنان وثلاثة يساعدان اللاعب رقم واحد كذلك يقومان بالدفاع عن المنطقة العليا والمنتصف اللاعب رقم ثلاثة واللاعب رقم اثنان يشكلون اتحادا مع اللاعب رقم واحد لتغطية المنطقة الدفاعية الأمامية وأيضا منطقة المنتصف ما بين اللاعب رقم خمسة وأربعة أما اللاعبان أربعة وخمسة مهمتهما الدفاع عن الجزء الأسفل من المنطقة بمساعدة اللاعب أو اللاعبان اثنان وثلاثة طريقة دفاع المنطقة ثلاثة اثنان يقصد بالرقم ثلاثة اثنان هو عدد اللاعبين المتواجدين في منطقة الدفاع وهم خمسة لاعبين اللاعب رقم واحد يكون في المنطقة العليا لمنطقة الدفاع في منتصفها يمنع التمرير أو التصويب إلى السلة في كرة السلة أما اللاعب رقم اثنان واللاعب رقم ثلاثة فيقومان بمساعدة اللاعب رقم واحد في المنطقة العليا في منطقة الدفاع وكذلك منطقة الوسط بمساندة لاعبي ثلاثة وأربعة أما اللاعبان رقم أربعة وخمسة فيكونان في المنطقة الخلفية من منطقة الدفاع وتحت مستوى السلة أو الهدف في كرة السلة لمنع وصول الكرة إلى الهدف واعتراضها في الوقت المناسب المراحل الفنية لأداء دفاع المنطقة في كرة السلة أولاً وقفة الاستعداد تكون القدمان متباعدتان حيث تكون أحد القدمين متقدمة على الأخرى كما نشاهد في هذه الصورة القدمان متباعدتان وأيضاً أحد القدمان متقدمة على الأخرى انثناء خفيف في الركبتين والجذع مائل قليلاً والرأس إلى الأمام في اتجاه الكرة نشاهد هنا انثناء بسيط في الجذع وكذلك انثناء في الركبتين والنظر على الهدف أو اللاعب المنافس تكون أحد الذراعين إلى الأعلى لقطع التمرير وتكون الذراع الأخرى بجانب الجسم يقوم اللاعب بعمل ذراعيه مفتوحتان ذراع إلى الأعلى وذراع إلى الجانب وكذلك التمركز الجيد في منطقة الدفاع وتكون القدمان متباعدتان انثناء في الركبتين إحدى القدمين متقدمة على الأخرى هناك انثناء بسيط إلى الأمام والنظر دائماً إلى الكرة ومتابعتها لحجز التمرير أو التصويب على الهدف نتحدث الآن عن حركات القدمين الدفاعية وتكون الجري لاتخاذ المكان الدفاعي التحرك أماماً وخلفاً بنقل القدم الأمامية ثم تتبعها الخلفية التحرك الجانبي وتكون بطريقة الانزلاق التحرك بزاوية وتكون كذلك بطريقة الانزلاق حركات القدمين الدفاعية تعتمد على مهارة التمركز الصحيح والسرعة كما ذكرنا في البداية أن كرة السلة تعتمد على عدد من المهارات من ضمنها التمركز السرعة التوافق العضلي الحركي تكون حركة القدمين في الدفاع ووضع اللاعب بين اللاعب أو الفريق المنافس وبين الهدف تكون حركة سريعة تتقدم قدم على الأخرى وتعود الأخرى إلى الخلف ثم يتم التبادل بينهما بالسحب كذلك في منطقة الدفاع تكون تحركات القدمين بالتحرك جانباً بعد متابعة الكرة ومعرفة اتجاهها ويكون التحرك إما جانباً بوضع الانزلاق أي بسحب القدم على الأرض أو التقدم إلى الأمام وإلى الخلف لتشتيت اللاعب أو الفريق المنافس وعدم قدرتهم على التمرير اتخاذ وضع التقدم إلى الأمام أو إلى الخلف أيضاً بطريقة الانزلاق حركات القدمين الدفاعية في كرة السلة هي من أهم المهارات التي يجب أن يتقنها لاعب كرة السلة لأنها تعتمد على التمركز الصحيح السرعة الجري الانزلاق التوافق العضلي الحركي حتى تمنع اللاعب أو الفريق المنافس من الوصول إلى السلة ثالثاً اتخاذ الوضع المناسب وهذا يتطلب من المدافع أن يكون بصفة مستمرة بين المهاجم والهدف واتخاذ الوضع المناسب للمدافع يجعله في وضع مناسب لمقاومة المناورات الهجومية نلاحظ في الشكل أمامكم كيف أن اللاعب قام بفتح ذراعه ذراعه للأعلى وذراعه للأسفل وأصبح هناك انثناء شديد في منطقة الجذع وهذا لتغطية المنطقة بشكل كامل اتخاذ الوضع المناسب مهارة من المهارات الدفاعية التي يجب أن يتقنها لاعب كرة السلة يجب أن تتخذ وضعك المناسب في التوقيت المناسب وإغلاق الثغرات الموجودة في منطقة الدفاع سواء كانت للكرات العالية أو كرات التمرير الجانبية اتخاذ الوضع المناسب يجب أن يتم بسرعة وبدقة وفي الوقت المناسب لمنع اللاعب من التمرير أو التسديد على السلة كان هذا درسنا اليوم تعلمنا فيه عن خطة من خطة الدفاع في كرة السلة وهي خطة ثلاثة اثنان وقلنا في البداية أن كرة السلة تعتمد بشكل كبير على العديد من المهارات لنجاحها كمهارة التمركز السرعة التوافق العضل الحركي وغيرها من المهارات التي تعد عاملا لنجاح هذه اللعبة ثم تحدثنا عن طريقة دفاع المنطقة ثلاثة اثنان وقلنا أنها إحدى الطرق التي تعتمد على المهارات التي تتوفر لدى اللاعب وكذلك على تعاون أعضاء الفريق مع بعضهم البعض ورمزنا إلى الرقم ثلاثة اثنان بأنه عدد اللاعبين في منطقة الدفاع لكن تختلف الأدوار التي يقومون بها فاللاعب رقم واحد يكون في منتصف أعلى منطقة الدفاع لمنع التمرير والتسديد على الهدف اللاعبان اثنان وثلاثة لمساندته في هذه المنطقة ومنع التمرير والتسديد وكذلك لمساندة اللاعبان ثلاثة وأربعة والذين يكونون في المنطقة الخلفية من منطقة الدفاع وتحت السلة لمنع التسديد على الهدف تحدثنا عن هذه الأدوار ثم تحدثنا عن مراحل فنية لأداء دفاع المنطقة ثلاثة اثنان في كرة السلة قلنا من ضمن المراحل الفنية والتحليل الفني لحركة الجسم ووقفة الاستعداد أن تكون القدم متقدم على أخرى انثناء في الركبتين أيضا انحناء للجذع النظر دائم إلى الكرة يد إلى الأعلى ويد إلى الأسفل وأيضا من ضمن أمهارات حركات الدفاع للقدمين هو التحرك السريع الانزلاق الجانبي والأمامي والخلفي كل هذه المهارات تساعد على تشتيت الفريق أو اللاعب المنافس ومنعه من الوصول إلى كرة أو إلى سلة الهدف كانت هذه مراجعة سريعة لما تعلمناه في درسنا لهذا اليوم ننتقل الآن إلى النشاط المنزلي عزيزي الطالب ابحث من خلال الأنترنت عن بعض خطط الدفاع في رياضة كرة السلة اختر ما يناسبك منها دون ملاحظاتك وتساؤلاتك ثم ناقشها مع المعلم هذه إحدى خطط الدفاع في كرة السلة وليست كل خطط الدفاع هناك الكثير من خطط في كرة السلة ابحث عنها عزيزي الطالب اختر خطة من هذه الخطط دونها وثم ناقشها مع معلمك في درس التربية الصحية والبدنية في الختام أشكركم أبناء الطلاب على حسن استماعكم وإنصاتكم ألتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته